صديق الانسان ازايك عمل ايه واخبارك ايه على سطح كوكب رعب بتاعنا ده اتمنى يا رب تكون بخير زي ما انتو توحشتوني بالزاف انتو كمان وحشتوني اكتر علشان كده الحلقة دي هصالحكم بيها على مدة الغياب لانها من حلقات الزمن الجميل زمن الرعب والدم والسحل والقتل ان شاء الله نهارده هنتكلم عن وحش قاتل متسلل عايش اهل قرية في موجة من رعب المدة 30 يوم كاملين وحش كان بيحب لحم ضحياء من البشر واستغنى عن الحيوانات والفرائس الطبيعية بتاعته وكان بيحب يشرب دمهم 16 ضحية من النساء والاطفال ورجالة والشيوخ في شهر واحد لقد احنا يلا بينا بقى من غير عاجي كتير ندخل في الدهليز على طول ونتعرف على الوحش لانا اسد السودان الملعوم بل زي ما احنا متعودين صديق الانسان قبل الكلام واجب السلام السلام عليكم ورحمة الله بركاته فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقى الله شكرا صديق الانسان احنا دلوقتي موجودين في دولة السودان او ما يعرف دلوقتي بدولة جنوب السودان وهندخل لقلب منطقة اسمها روانج او روانج لابو صحولنا بقى الاسم في التعليقات المنطقة دي هي اقليم من ضمن اقاليم جنوب السودان الموجودة في اعالي النيل وهنرجع بقى بالزمن لسنة 1992 ونعيش واحدة من اكتر القصص المرعبة اللي حصلت في افريقيا كلها جنوب السودان زي ما احنا عارفين هي دولة حديثة وموجودة في شمال شرق افريقيا البرية هناك واسعة وجميلة لكن للأسف مع قصرة الصيد الجائر باستمرار بقى من النادر انك تشوف الحيوانات البرية هناك كمان جنوب السودان هي واحدة من اكتر البلدان خطورة في الكرة كلها لان في معظم مدنها بيسيطر عليها فصائل وميليشيات والسراعات هناك بقت جزء من الحياة اليومية والجريمة موجودة في عدد كبير من سكان الكرة هناك غير طبعا حيازة الاسلحة النارية من قبل الفصائل هناك علشان يستعبدوا عمال المناجم وغيرها من المشاكل الكتير قوي لكن بتيجي مشكلة جديدة بقى وبتظهر لسكان الاقليم اللي قلنا عليه في اول الحلقة اللي يعني السكان كانوا نقصين قرف والقرف اللي هم فيه علشان يظهر اسد وحش ملعون في الاقليم بيبين له من الرضب القطة الكبيرة اسوأ وابشع بكتير من جشع البشر اقليم روانغ هو واحد من المناطق الادارية للفصائل المسلحة في جنوب السودان الاقليم ده مليام مساحات شاسعة واسعة من مزارق الماشية البرية وفيه مدن وكرة كتير ومعظمهم بيشتغلوا في الاحجار الكريمة واعمال المناجم وفيه فصيل او ميليشي هو اللي كان بيسيطر على معظم الكرة المعزولة في الاقليم ده وقتها واحدة بقى من ضمن الكرة دول هتشوف تلاتين يوم من الرعب الحقيقي والكوابيس اللي ما تتمنهاش لألد اعدائك يوم 12 نوفمبر سنة 1992 كان فيه مجموعة من النساء ريحين علشان يملوا مية من قلب النهر وده تصرف طبيعي بيعملوه كل يوم مش حاجة غريبة يعني زي باقي الكرة في ادغال افريقيا بالزبط المنطقة دي زمان كان فيها قطة كبيرة واقسود لكن مع قصرة السيد الجائر زي ما قلنا بقى من النادر جدا انك تلاقي فيها حيوان برد عشان كده البنات والستات كانوا بيمشوا عادي من غير قلق او خوف وممكن البنت تمشي لوحدها كمان في المكان بس النهاردة بقى مجموعة النساء دول هيدوقوا غضب اسد جعان وهم راجعين من طريق النهر لقلب القرية بتاعتهم البنات اتفاجئوا بوجود اسد زكر ضخم خرجلهم من قلب الشجر والغطاء النباتي وبيقول لهم بقى هلو انتوا جيتوا بعدها راح لمؤاخذة ناطط على رقبة واحدة منهم وقعد يقطع في جسمها في نفس ذات اللحظة بقى المجموعة كانوا مذهولين من اللي حصل قدامهم لانهم اول مرة يشوفوا حاجة زي كده وبعد ثواني من الزهور والخضة كلهم رموا المية وهربوا بسرعة الساروخ وقالوا يا فكيك واول ما وصلوا للقرية قعدوا بقى يحكوا اللي حصل لكل السكان هناك وفي نفس اليوم بقى طلعت مجموعة من الصيادين اللي معاهم رماح بدائية حاجة كده زي سكان قبائل المصاي مرة بالزبط الصيادين دوروا راحوا لطريق النهر وحاولوا يمسكوا بالاسد لكنهم ما لقوش حاجة هناك لرجم جمجمة الست المقتولة وهدومها الوحش كله واختفى واتبخر من المكان كله وقتها حصل خوف بين السكان لان الارض دي ما تشافش فيها قسود من سنين كتير خصوصا وان القرية دي قريبة جدا من مناطق الانشطة البشرية يعني صعب ييجل هنا اي حيوان مفترس ده غير ان زي ما احنا عارفين ان الاسود بتصطاد في جماعات او تحالفات وما بيدخلوش الاراضي اللي فيها بشر لانهم بيخافوا منهم لكن شكل الاسد ده كده قرر انه هيصطاد وهياكل وحده المهم ان الرجالة قعدوا يفتشوا المنطقة كلها خرم خرم لكن الوحش اختفى من غير ما يسيبه اراء اي اثر عشان كده اعتقدوا ان الاسد ده كان اسد متشرد رحال وجل المنطقة بالغلط وان دي مجرد حدسة عابرة مش اكتر وهو ده بقى اللي طم من السكان والقرية تاني يوم راجعت لروتين بتاعها عادي جدا ولا كأن في حاجة حصلت ودي كانت غلطة كبيرة لان بعد ثلاث ايام بالزبط بيوعي الهجوم التاني بس المرة دي كان على شاطئ النهر وبيتاكل صياد من هناك صديق الانسان كل يوم في الوقت ده كان بيتجمع كام راجل كده عند النهر علشان يصطادوا سمك وده مصدر دخلهم الوحيد وفي اليوم ده بقى بعد الظهر بالتحديد وبعد ما الصيادين خلصوا الشغل بتاعهم كله فضل اتنين صيادين موجودين في المكان ابو وابنه قعدوا بعد ما الكل مشي علشان يصلحوا المركب بتاعتهم لانها كانت بتسرب مية على خفيف والليل جي والاب والابن مرجعوش للبيت ولا للقرية من الاساس وده خلى السكان يعرفوا ان الوحش رجع من تاني بس يخافوا يطلعوا يدوروا على الاب والابن لان الليل كان ليل خلاص وده خطر جدا عليهم لان زي ما احنا عارفين الليل للحيوانات المفترسة هو الوقت المفضل لصيد اي مخلوق فما بالكم بقى بقى ست ضخم مجنون ومعش اشائت فجر تاني يوم القرويين طلعوا للنهر وزنونهم بقت اكيدة وقتها لانهم لقوا جمجمة الاب والابن والهدوم كالعادة وقتها بقى قرروا انهم يطلوب المساعدة لانهم ما يملكوش اي اسلحة نارية يواجهوا بيها الوحش الاسدة طب يا محمد ما هم معاهم اسهم ورماح ما كانوا يصطدوا بيها وخلاص صديق الانسان المتسرع السكان خافوا يعملوا كده لان الاسد ممكن ما يموتش بالعكس دول ممكن يجننوه اكتر بالتصرف ده ويتجنن عليهم على الاخر علشان كده قرروا يروحوا القاعدة الفصيل او الميليشيا اللي بتسيطر على المنطقة علشان يطلبوا منهم المساعدة لكن الراحلة ديها تاخد يوم او يومين تقريبا لانهم هيروحوا سيرا على الاقدام وهم كانوا عاوزين يسرعوا الوقت قبل ما الاسد ينفذ اي هجوم جديد بس الاسد قالهم انتو بتعملول انا كمين طب والله لهجن بالليل وفي نفس اليوم كمان الاسد اتجرق ودخل لقلب القرية اللي كانت صمتة تماما لان الكل في الوقت ده كان قاعد في الكوخ بتاعه بسبب روعب اللي الاسد ده عمله بس في واحد مريض طلع علشان يدخل للحمام الخارجي وقتها الاسد قال له انت وقعت ولا الهوى اللي رمى الهجوم كان سريع لدرجة ان الراجل العجوز مطلعش صرخة واحدة حتى ولد سمع صوت زئير ما كانش فيه اي اثر غير الدم اللي لقوه واصل لحد الغابة واختفاء واحد من شيوخ القرية وهو ده اللي عرفهم ان فيه ضحية جديدة وحصل بعدها كم حدثة كمان بنفس الطريقة واشهرهم بقى لما الاسد ده دخل لقلب القرية وخطف واحد من قدام اهل القرية نفسهم السكان والاهل اللي استخبوا من كتر روعب الخوف كان باين ومال عيون وقلب كل واحد في المنطقة في الوقت ده السكان دول اطلقوا على الاسد ده اسم لانا ومعناه بالسواحيلي الملعون او المطرون وقالوا ان الاسد ده طلعن علشان كده هو بيعيش في عزلة تمة وبيتشاف لوحده حول القرية تجاه الاسود لنا احنا البشر وفي الوقت ده كان رسل القرية وصلوا للميليشيا وحكوا لهم كل حاجة وطلبوا فعلا مساعدتهم والميليشيا فعلا وفقوا انهم يساعدوهم بس بدل ما هيدلهم سلاح بعتوا معاهم اتنين من رجالتهم علشان يطردوا ويقتلوا الاسد وعملوا كده علشان لما يخلصوا على الاسد يثبتوا وينسبوا الفضل ليهم وانهم القوة الاهم في المناطق كلها ويخوفوا غيرهم كمان المهم بقى انهم اول ما وصلوا كان لانا لسه واخد ضحية جديدة من البنات ووكالها لانا ده اسم الاسد ما تنسوش محن لسه يلين فوق صح صحوا معايا شوية الرجلين بتوع الميليشيا ما كانش عندهم اي خبرة في مجال الحيوانات ولا يعرفوا اي حاجة عنهم وحتى العربية اللي كانت معاهم ما كانوش قادرين يستخدموها في التدوير على الاسد لان البنزين اللي كان موجود فيها كان يدوب يرجعهم للقعدة من تاني عشان كده نزلوا على رجلهم ومشوا في قلب الغابة وعيونهم واسترسهم لكنهم ما لقوش اي حاجة هناك ولا عرفوا حتى طريق الاسد وفي الوقت اللي كانوا بيدوروا فيه على لانا كان هو بيجيب راجل من صيادين الرماح في شوال وبياكلوا وقتها بقى القرية كلها وقفت عن الحركة وكبار السن والاطفال ما بقوش بيخرجوا من باب الكوخ حتى ولا بقوا بيزرعوا ولا بيشتغلوا ولا حتى بيروحوا يجيبوا ميا من النهر وده خلى الميليشيا تتصرف بطريقة اسرع لان لانا برضو كان لسه بيقدر يستاد بشر وبقى بيدخل في قلب الكوخ يجيب الضحية لنفسه فيها من قلب بيتهم وكأن لانا فعلا بقى هو اللعنة اللي حلت على سكان القرية دي وخلاهم وليه مجبير الكرشو وقتها الفصيل اللي كان بيحكم بعت رجالة اكتر بأسلحة نرية علشان يمشطوا كل شبر في المنطقة وقالوا ان احنا النهاردة لازم نخلص على الوحش الرجالة اللي جات كانوا شاطرين في الصيد ومعاهم ناس فهمة في صدوك الحيوان وقسموا نفسهم لمجمواتين وده علشان يرقبوا ويمشطوا مناطق اكبر في وقت اقل ويوم 12 ديسمبر سنة 1992 لانا بيدرب مرة تانية لكنها هتكون الضربة الاخيرة ليه في اليوم ده كان سكان القرية رجعوا الاجرالهم الطبعية لان دلوقتي فيه رجالة بتحميهم من الوحش لانا قرر الهجوم الاول بالملي وراح لطريق النهر علشان يمسك صياد من اللي بيصطادوا السمك هناك لكن وقتها كان الصيادين اللي بعثتهم الميليشيا موجودين في المكان وبيرقبوا كل التحركات وفجأة واحد منهم بيكتشف مغبأ لانا اللي كان قاعد بيخطط الهجوم بين الشجر والنبات والصياد فعلا ما كدبش خبر ويشد اجزاء السلاح بتاعه وضرب طلقة على لانا لكن الصياد ده ما كانش شاطر جدا في الرماية من مسافات طويلة عشان كده الطلقة جلت ومجاتش في لانا ده لانا هو نفسه اللي جيه للصياد وجرع عليه علشان يقتله ويكله عقابا على العمل ودلوقتي لانا عضي ايد الصياد لان الصياد بشكل غريزي حب يحمر قابته بيديه ولانا انيابه غرزت في ايد الصياد في الوقت ده وقدر بايده اليمين التانية يضرب لانا بالنار في بطنه ويتفحه كل الضحايا اللي كانهم واخيرا بيتحط حد لتلاتين يوم من اللعنة اللي عانت منها القرية بسبب الاسد لانا لانا اللي كان اسد بالر وصحته كويسة وما فيهوش اي اصابات خارجية او دخلية او حتى في بق عكس اسامة او اسدينة سافو او اي قسود كلت لحوم البشر واتكلمنا عنه مابل كده وكانوا بيعانوا من اصابات عشان كده كانوا بيبدلوا الفرائس الطبيعية بتاعتهم بفرائس اسهل زي البشر والحد النهاردة مش معروف ايه سبب هجوم لانا المميت والمرعب على سكان القرية في التلاتين يوم دول للأسف لانا قدر يخلص على 16 ضحية ويكلوا من غير ما يحصلوا اي اصابة واحدة وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اوعى الوحوش تبق لشا صديقي الانسان الجميل الحبوب من وجهة نظرك ايه سبب هجوم لانا على البشر اكتب لانا تحت في التعليقات وان شاء الله استنونا في حلقات جاية اقوى وامتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة